البنك المركزي المصري أعلن مبارح عن انخفاض صافي عجز الأصول الأجنبية في مارس إلى 65 مليار و 300 مليون جنيه بعدما كان وصل ل 270 مليار جنيه وده أدنى مستوياته بعد أكتر من سنتين لما كان سجل 352 مليار جنيه في يناير 2024 طبعا صافي عجز الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي واحد من أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية لأنه بيظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية وده بيعكس مزيد من مؤشرات التعافي والخروج من الأزمة